مرحبا أهلا وسهلا بالجميع في قناة مسلم آرد لتعليم الرسم اليوم الدرس عندنا تكمل للدرس السابق رسم العين بالألوان المائية اليوم الدرس بيحتوي على تفاصيل وعلى خطوات دقيقة في رسم العين بحمل الفرشة بنسبة مياه متوسطة وببدأ بتكوين مزيج بني داكن وهو عبارة عن بني بالإضافة إلى قليل من الأسود بستخدم المزيج اللي كونته وهو البني الداكن برسم دائرة حول البؤبؤ ولكن هاي الدائرة غير منتظمة بعمل زوائد خارجي من الدائرة بشكل شبه عشوائي بوزع بشكل حسب ما هو موجود في العين الأصلية توزيع خطوط شبه عشوائي بقوم بتنظيف الفرشة بالماء بالفرشة النظيفة والمحملة بقليل من الماء ببدأ بدمج حواف الخطوط اللي رسمتها واللي عبارة عن دائرة ولكن الجزء الخارجي خطوط عشوائية ببدأ بدمجها بشكل خفيف من الخارج ومن الجهة الداخلية المحاذية لبؤب العين بالإضافة لتمريرها على المنطقة اللامعة أو العاكسي اللي هي الجزئية البيضاء أكون خليط جديد وهو عبارة عن بني داكن أكثر دكاني من البن السابق وذلك بإضافة أكثر نسبة من الأسود وتقليل نسبة المياه لإني بدي لون أكثر كثافي حتى أرسم في الحواف ببدأ برسم خط عريض وتحديد القرنية العين الخط يبدأ بالتناقص تناقص في العرض كلما أمشي على حدود دائرة ولكن لما أرجع أطلع ببدأ يتزايد في العرض الخط دقيق وكثيف وفي الجزء الأخير برجع بضلل الجزء العلوي من قرنية العين حتى يكون ظل للجفن العلوي للعين بقوم بتنظيف الفرشان من الخليط السابق بالمياه من ثم التمرير على المنديل الورق استخدام الفرشان النظيفي والمحملة بنسبة من المياه بقوم بدمج الخط السابق اللي كونته حول قرنية العين الدمج بيكون بطريقة سحب اللون من الخارج إلى الداخل أي من خارج من إطار القرنية للداخل بمرء بقوم بالعملية هاي على الخط كامل على الدائرة كاملة بشكل دقيق ولطيف برجع بكرر إذا احتاجت في بعض الأماكن خلال العملية هاي بتكون الفرشاة عم تفقد نسبة المياه وهذا حتى استعمل الشيء في رسم خطوط من الظلال الخارجي للدائرة توصل للظلال الداخلي للدائرة هاي الخطوط الدقيقة ورفيعة لأنه بتكون الفرشاة فقدت نسبة المياه وبتكون الفرشاة أكثر حدة فبترسم خطوط دقيقة ورفيعة وبنقوم برسم الخطوط هاي برجع بكون نفس الخليط السابق وهو البني الداكن المزيج بين الأسود والبني ولكن أكثر نسبة من الأسود ولكن هالمرة بقوم بتمرير الفرشاة على المنديل الورقي لحتى تكون أكثر حدة بالفرشاة المدببة والمحملة باللون البني الغامق وهو المنسيج بين الأسود والبني بقوم برسم خطوط متباعدة على إطار الدائرة تمتد من الطرف الخارجي للداخل ولكن تمتد فقط لتقطية الظلال الداكن حول الدائرة هذه الخطوط بتكون على الإطار كامل بشكل دقيق ومتفرق متباعد نسبيا ولكن في الطرف العلوي للدائرة بقوم برسم الخطوط متقاربة شبه متلاسقة وكثيفة بنفس الفرشاة المدببة المحملة بنفس اللون البني الداكن بقوم برسم خطوط متباعدي على الظلال الملاسق لبؤبؤ العين خطوط تمتد من البؤبؤ لحتى آخر الظلال خطوط دقيقة متباعدي بقوم بتنظيف الفرشاة بالمياه والتمرير على منديل الورقي وبكرر هذه العملية عدة مرات حتى نظف الفرشاة بشكل تام بالفرشاة النظيفة المحملة بنسبة من المياه بقوم بدمج الخطوط اللي رسمتها حول إطار القرنية سواء الإطار الخارجي أو من الداخل أي الملاسق لبؤبؤ العين دمج بشكل لطيف وخفيف نكرر العملية على جميع الخطوط اللي رسمناها على إطار القرنية ترجمة نانسي قنقر بعمل الفرشاة بلون أسود خفيف أي أسود ونسبة مياه كثيفة بقوم بتمرير الفرشاة بشكل خفيف جدا على الإطار الخارجي أي على الخطوط اللي رسمتها سابقا وبغطيها وبدمج بشكل خفيف بفرشاة محملة بلون بني خفيف محمل بنسبة مياه عالية بقوم بالدمج وتغطيت المنطقة الفاتحة بين الجزء الخارجي أي الإطار الخارجي والإطار الداخلي ولكن بشكل خفيف ومع دمج بين المنطقتين المنطقة الداخلية والمنطقة الخارجية بفرشاة محملة بلون بني داكن محمل بنسبة مياه عالية بقوم بدمج الإطار الخارجي للقرنية بالمنطقة البيضاء للعين وذلك بتمرير خط فوق الإطار الخارجي لقرنية العين خط رفيع نسبيا يمور على الحدود الخارجية لقرنية العين ويزيح قليلا على المنطقة البيضاء للعين خط شكل بأخذ هذا اللون من علبة الألوان وإذا كان غير متوفع بكونه بمزيج بين البني والأصفر بستخدم اللون السابق بفرشاة مدببي برسم خطوط على منطقة المنتصف خطوط متباعدي بشكل عشوائي تباعد بينها غير منتظم ممرر على كل المنطقة وضيف خطوط دقيقة على المنطقة المضللة في الجزء الأبيض نضيف الفرشاة وكون مزيد جديد من اللون السابق ولكن أضيف قليل من الأبيض لحتى اللون يقل من دكانة اللون الخليط الجديد المحمل بنسبة من المياه بقوم برسم خطوط عشوائية غير منتظمة وغير دقيقة كما يظهر في الفيديو الخطوط بتكون أكثر لمعين في منطقة الوسط وتقل على الأطراف وتكون أقل حدة بما أنه أقلت نسبة المياه فيها خطوط عشوائية أرجع إلى الفرشة الكبيرة وأقوم بتكوين خليط جديد من البني والأبيض وقليل من الأحمر والبرتقالي وقليل من الأسود حتى أكوين لون الجفون لعين المزيج بكون محمل بنسبة أكبر من المياه لحتى أغطي مساحة أكبر للجفن نسبة المياه بتكون أكثر لحتى أغطي مناطق أوسع أستخدم الخليط لرسم خط الجفن السفلي الملاصق لبيض العين بشكل دقيق ونفس المزيج برضو أستخدمه لتحديد خط الجفن العلوي برضو بنفس الدقة أقوم بتحديد الخط السفلي للجفن السفلي بنفس الخليط وبشكل دقيق بالإضافة لتحديد منطقة زاوية العين الداخلية بنفس الخليط وتوزيع اللون حسب شكل الصور الأصلي قم بتحديد منطقة زاوية العين الداخلية انا اكثر قليلا كثيرة ونحن نتعرف انه هنا الاشخاص نفسهم العاملين اكون خليط جديد من الابيض وقليل من الاحمر البني الفاتح البني المتوفر في علبة الالوان أصلي اذا كان غير متوفر اكد وقلل نسبة البني اللي اخذها بستخدم هذا الخليط في تغطية الجفن السفلي هذا الخليط محمل بنسبة مياه أعلى حتى أنه يمد ويخطي المساحة للجفن السفلي بما أنها مساحة متسعة بمد اللون بشكل لطيف بما أنه محمل بنسبة مياه كبيرة حتى ما أتلف الورق كمان بعبي وطبعا بعبي منطقة الجفن العلوي الملاصقة للعين بنفس الخليط بكمل تعبئة للجفن العلوي وتغطيت المساحة بشكل كامل بحذر لحتى ما أتلف الورقة بما أنه الفرشة محملة بنسبة مياه عالية بقوم بتكوين خليط جديد من البني والأسود واللون الزهر المتوفر في علبة الألوان هذا اللون كثيف محمل بنسبة مياه أقل لحتى يكون صالح للتحديد لتغطية مناطق ضيقة ورسم خطوة دقيقة استخدم الخليط السابق في تحديد خط الجفن العلوي وبمده بشكل دقيق ومحدد ثم بنتقل لتحديد الخطوط الباقي في العين خط الجفن السفلي زاوية العين الداخلية بالإضافة لتغمير بعض الأماكن مثل زاوية العين الداخلية نقطة طلاقي مع الأنف برجع للفرشة الصغيرة وبحملها بنفس الخليط وإني فاتح وقليل من الأحمر والأبيض وبدأ بدمج الخطوط ومدها باتجاه العين الفرشة محملة بنسبة مياه متوسطة هو لون ذو كثافة قليلة بزيد اللون دكاني بإضافة قليل من البني والأحمر وببدأ بإضافة تفاصيل الجلد باستخدام الفرشة الصغيرة طبعا بداية في زاوية العين الداخلية زاوية الجفن العلوة بضيف تفاصيل دقيقة خطوط حسب ما يظهر معي في الصورة الأصلية بنتقل للطرف الخارجي للعين للجفن العلوي وبكمل وبهيك بنكون وصلنا لنهاية الدرس بتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس وتكون التفاصيل أفادتكم وبتمنى تتابعوا التفاصيل وتجربوها وتتمرلوا عليها بشكل دقيق وبشكل مكثر جميع الأسئلة اللي بتخطرعوا بينكم وجميع الطلبات أو الاغتراحات اللي بتكترحوها أنه أضمنها في فيديوهات القادمة بتمنى تذركوا تعليقات تحت الفيديو وللاستفادي أكثر ومشاهد الدروس أكثر بتمنى تعملوا اشتراك في القناة وتفعيل الجرس شكرا للمتابعة وبتمنى تكونوا استفدتوا إن شاء الله بنلتقي في فيديوهات القادمة ترجمة نانسي قنقر